السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم امر فودة من قناة ناتينج اند هند كرافت. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض العينة الجميلة دي من تزايد حردة الرجلين. حردة رجلين وتزايد حردة القوم. تزايد حردة القوم بطريقة مارينة وبسيطة. ونعمل بلوفر قوم وكل متصل مرة واحدة. زي ما انتم شايفين كده. هو ده شكل العينة اللي هنشتغلها مع بعض النهاردة خطوة خطوة. العينة سهلة وبسيطة وجميلة جدا. بتستخدم لها استخدامات كتير او. هنبدأها على طول. عوريكم شكل لنا عينة نحن نشتغلها. انا بدأت بعشر غرز. عشان اوصل العينة دي كماعية تلاتين غرزة. يعني بدأت تزايد تدريجي. بدأت زي ما نشايفين كده الدفايل الموجودة دي. دي عبارة عن عشر غرز. زي زاودت عشر غرز وكل اتجاه. تمام كده يعني زاودت عشر غرزة ولا بدأت باعش يبقى معي تلاتين غرزة. تعال نعدوهم مع بعض كده واشوف نعمل معي تمام غرزة. خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر. دول نصهم بالزبط ودول خمستاشر زيهم كده معنا تلاتين غرزة. اه. تعالوا بقى نشوف احنا اشتغلنا ازاي وعملنا ايه. زي ما نشايفين كده الحاردة شكلها جميل جدا من اشيك حاردات الرجلان الموجودة. وسهلة مش صعبة. حلوة جدا. انا اشتغلت العينة بتاعتي بخيط على فتلتين. هو خيط رفايع شوية. وانا من انصار الخيط رفايع اشتغلها على فتلتين. هو خيط هيمالايا افريدي. مش اي افريدي. افريدي سوبر لوكس. انا بحبه جدا. يعني كل الهيمالايا حلو. بس انا بميز سوبر لوكس برتاح له جدا عن بقية الخيوط. وهمالايا بالزاد غير كل الخيوط بيتميز ان هو معالج ضد الوبرة. فانا بحبه جدا بسبب الحكاية دي. بيبقى جميع جدا في الشغل وفي الاستخدام. وفتلة نعمة مريحة. هشوف كده بينات الخيط بتاعنا. الخيط بتاعنا 100 جرام. عامل 250 متر. وشغالين بابرة رقم اربعة. بصوا كده. هو شغلت ليكو ابر رقم اربعة. انا طبعا عشان شغلها على الفتلتين. انا هشتغل بابرة مقاس اكبر شوية. اه ممكن نشتغل بابرة مقاس ستة. ممكن نشتغل بابرة ثمانية. انا عمتا عشان حبه اشتغل على الفتلتين زي ما نشايفين كده. الفتلة نعمة جميلة جدا. انا هشتغل بابرة رقم هشواريها ملكمعية. ابر مقاس ستة ونص. ادي الابرة بتاعتي. واضحة معيكم. اه مناسبة جدا للفتلتين. وانا بحب اشتغل اي خيط تخين. بحب اصلا شرب الخيط التخين. وبحب اشتغله انا اللي بحدله. يعني اجيب خيط رفيع واشتغل على فتلة فتلتين تات فتلات. بنحتاج مركر. وزي ما نشايفين كده ده المركر العادي. وده مركر انا عاملية. انا مش بحب المركر الجهة الزوض في التريكو. حواريكم ازاي بقى المركر بتاعي. انا حضرت هنا معي عينة عبارة عن عشر غرز. عشر غرز ارتفعتهم انا عملت تلات ادوار. انا عملت تلات ادوار. غرزة عيدة. زي ما شايفين دول عشر غرز فيهم غرزتين حفة. نبدأ على طول اول سطر معي بعد بعد اي اي عدد سطول انتوا عايزين تعملوك بداية بنسحب الغرزة. اول سطر عندي كله بنشتغل مقلوب. شوفو هنبدأ ازاي. سحبنا اول غرزة حفة وبعدين نبدأ نشتغل كل الغرز مقلوب. انا معي عشر غرز. انا عايزة غرزتين في النص. تمام? فانا هسحب اربع غرز. كده اشتغلنا اربع غرز. وبعدين نحط المركر بتاعنا. نحط المركر. بعدين نشتغل غرزتين بتاعنا. ونرجع نعمل نحط مركر تاني. تمام كده? كده اشتغلنا غرزتين كله مقلوب. انا عايزة السطر الاولاني في شغلنا يكون كله مقلوب. هعرف كله مقلوب. دلوقتي نحط المركر التاني كده اشتغلنا غرزتين ونحط المركر التاني. هيتبقى معنا اربع غرز. ما ننساش ان احنا بنعمل اخر غرزة حفة. تمام كده? غرزة الحفة بنسحب اول غرزة. واخر غرزة بنشتغلها مقلوب. في جميع الاحوال. طبع ممكن نشتغل اي نقبصه هي دي غرزة حفة ممكن نشتغل اي حفة احنا عايزينها حفة من سنائية سلسية اي حفة احنا عايزين نعملها نشتغلها. انا بالنسبة هنا العينة عشان ما تبقاش طويل عليكم عملت حفة من غرزة واحدة. تمام كده نبدأ بقى شغلين. انا عايزة الشغل يكون البداية بتاعتي وش الشغل اللي انا شايفينه ده. اللي هو الضفاير المقفولة. مش عايزة ضهر الشغل عشان كده اشتغلت السطر اللي قابله كله مقلوب. الشغل بتاعنا كله هيكون قبل العلامة بغرزتين. ماشي. يعني هنبدأ نشتغل اي عينة شغل احنا شغالين فيها. اول حاجة نسحب الحفة. وبعدين نشتغل غرزة عيدلة. كل شغلين على الواجه العيدل تمام. تزايد بتاعنا كله على الواجه العيدل. بعد كده عندنا غرزتين اللي قابل للمركر هم دول شغلينة كله. غرزتين قابل المركر والغرزتين اللي بعديها. اول غرزة بنسحبها مقلوبة. بص المركر اهو. انا هشتغل على الغرزتين دولة. اول واحدة بنسحبها مقلوبة تمام وبعدين ندخل لقيدل وناخد لفة ونسحب الغرزة يبقى كده اشتغلنا غرزة عيدلة عايزين نزود غرزة بصو بنسحبها منين بناخد الغرزة اللي تحتها هورها لكم البطيء جدا بناخد الغرزة اللي شغالة تحت اللي احنا عملناها نسحبها كده احنا زودنا غرزة وشايفين معي 1 2 3 4 دولار الاساس معي وهنا زودت غرزة سحبتها من الغرزة اللي قبلها ونشتغلها برضو عيدلة زي ما انتو شايفين كده وبعدين بنعمل ايه الغرزة اللي احنا ما اشتغلناها اللي احنا سحبناها مقلوبة بنسحبها من عالوش بصوا احنا بنعملها زيد خيرة فكرة الدفيرة بالظبط بنسحب غرزة من عالوش عالابرة الثانية ونرجع تاني ناخد الغرزتين بتاعنا في نفس الابرة احنا اشتغلناهم احنا بنسحب الغرزة بس اللي احنا ما اشتغلناهاش. تمام كده. دي لغرزة اللي احنا سحبناها مقلوب. ونشتغلها برضو عاديل. الفكرة سهلة وبسيطة. تمام كده. كده بصر معناك كما غرزة واحد اتنين تلاتة اربع خمسة. كده زادت معنا غرزة. واشتغلنا الدفيرين شايفينها دي مقلوبة. نسحب بقى المركر بتاعنا الغرزتين في النص سبتين وغرزة عايدلة. يبقى كل الغرزة اللي عندي في النص سبتين وغرزة عايدلة. نشتغل الغرزتين عايدل. ونسحب المركر برضو. الغرزتين اللي بعد المركر بنشتغلهم بطريقة مختلفة. هقول لكم اللي بنشتغلهم بطريقة مختلفة. بس سوريكم الاول. احنا بناخد اول واحدة مقلوبة. بس بنسحب الخيط قدام. مش زي ناحة تانية. يعني هنا بنقلبها. بنعمل دفيرة. بنقلبها للخلف. بنسحبها للخلف. شايفين ازاي? وبعدين نلف الخيط. ونشتغل غرزة واحدة عايدلة. بالشكل ده. هنعمل ايه? هنسحب خيطنا تاني لورا. لقدام من الاسفل. ونسحب الغرزة اللي ما اشتغلناهاش من ورا من الخلف. خدوا بالكم الغرزة التانية سحبناها من الامام. الغرزة دي سحبناها من الخلف. والخيط بتاعنا قدام مننا. بناخد الغرزة نسحبها. عشان نشتغلها. بصوا بنفس فكرة الضفيرة. بنقلب غرزة مع غرزة. بس بنسحبها للخلف. المرة الاولانية. بنسحبها للامام. في بعد المركر بنسحبها للخلف. تمام كده اشتغلنا الغرزة. نيجي بقى الغرزة اللي قبلها. قبل اللي احنا سحبناها. بصوا. سهلة جدا. بنطلعها ونزودها. يبقى انا كده عملت شبهة فيرة. وسحبت غرزة من القبلها. واشتغلتها زي ما انتم شايفين كده. كده اشتغلنا ثلاث غرز. نشتغل بقى اخر غرزتين. وما ننساش ان الاخيرة حفة نشتغلها مقلوبة. لو حسبنا غرزنا كده. احنا بدأنا بعشر غرز. لو حسبناها منذ وقتها يطلع معنا اتناشا غرزة. خمسة في قبل المركر. وخمسة بعديه. واثنين في النص. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. واثنين في النص. وكمان خمسة. كده انا زودت غرزة قبل المركر. وغرزة بعديها. سهلة جدا وبسيطة. هكررها معيكم لحد لما تنقلوها بشكل جيد. وبطيء جدا عشان تعرفوا كويس جدا زي تعملوا. وهي سهلة جدا محتاجة بس نحن نتمرن عليها. اي ضهر شغل يعني في الضفيرة بتاعتنا في الغرزة العدلة كلها بنشتغلها مقلوب. يبقى انا هشتغل اسحب اول واحدة الحفة ونشتغل بقية السطر مقلوب. عشان ما شايفين كده المركر اللي بيتعبارها على خيت زي الشغل. بيبقى م星 مريح جدا لانه نفس الخيط. يعني مش شرط نفس الخيط. هو بس يكون لون مختلف. عشان يبقى مريح واحنا احنا انا شغالين مايبقاش حاجة معدن او بلاستيك أو كده يصديقنا بالشغل. يشتغل كل الغرز بتاعتنا. واخر الغرزة مقلوبة. وهو طبيعي الشغل كل مقلوبة. فهي هي نفس الشكل الغرزة. نيجي بقى السطر اللي بعده اخدوا بالكو احنا هنا بقينا عندنا خمس غرز. خمس غرز في كل جانب. نبدأ بقى في السطر بتاعنا الجديد. كله اللي عليه الشغل. خلو اخدوا بالكو ان احنا الشغل كله بتاعنا بيكون على السطر العيدل. السطر مقلوب بيكون تكرار بس لكل الغرز كلها مقلوبة. اول حاجة نعمل غرزة حفة نسحبها. بعدين يلف الخيط بتاعنا ونبدأ نشتغل. نلاحظ بقى ان كل الدور بنشتغله في العيدل او مقلوب بيكون العدد الغرز زاد فيه. قبل الماركر وبعدي طبعا. آآ بنشتغل كده غرزتين. باقي معنا غرزتين قبل الماركر هم دولا شغلنا. دايما غرزتين قبل الماركر دول بنشتغلهم. بصوا اول واحدة بنسحبها اكنها مقلوبة. من غير ما اللي في الخيط خالص. والتانية بنشتغلها عيدلة. كده. بعدين بنجي على الغرزة اللي قبلها. شايفين الغرزة اللي قبلها? الفيديو. نسحب طرف منها. شايفين? سحبنا طرف الغرزة اللي قبلها. ونشتغلها برضو عيدلة. وبعدين نرجع للغرزة اللي احنا سحبناها وما اشتغلناهاش. علشان نلفها للأمام. بصوا للأمام بنسحبها من قدام عشان نلفها للأمام. وبعدين نطلع الغرزتين التانيين وارجحهم تاني على الإبرة. كده أنا عملتها شبه الدفيرة بالزبط. ونشتغلها غرزة عيدلة. كده يبقى أنا الغرزتين بتوعي. اللي قبل الماركر دايما بزودهم ببقوا ثلاث غرز. بصوا هما دولة الثلاث غرز. وبعدين باسحب الماركر عادي. واشتغل غرزتين عيدل. ومن بعد الماركر ببدأ اشتغل نحية تانية. زي ما انتو شايفين كده عندي جمب بيتقلب لليمين. وتجمب التاني بيتقلب للشمال. يعني نسحبها من الخلف. تاني قولها لكم. بصوا كده. هنيجي هنا. نسحب الخيط لقدام. عشان احنا هناخد الغرزة دي. بالشكل ده. ونسحبها للخلف. تاني سحبنا الامام هنا سحبناها للخلف. فبنسحب الخيط قدام اكناها غرزة خلفية بالزبط. بعدين نشتغل غرزة واحدة. نرجع خيتنا تاني قدام. ونبدأ ناخد الغرزة اللي من الخلف. احنا هنسحبها للخلف. فان هسحبها من وراء. تمام. وارجع اخد الغرزة بتاعتي اصحبها تاني اللي اشتغلتها. وابدأ اشتغل الغرزة الخلفية. نرجع خيتنا الوراء. ونشتغلها كمان عيدل. يبقى الفرق ما بين الجنب ده والجنب التاني ان في جنب بقلبها للامام والجنب التاني بقلبها من الخلف. بالشكل ده. خلصنا كده? لا ما خلصناش. لازم ناخد الغرزة الزيادة. هي دي الغرزة بتاعي بنا. نبدأ اصحبها على الابرة. الغرزة اللي قبلها. من عشان نطلع غرزة زيادة. احنا بنسحبها من الغرزة اللي قبلها. شايفين فين طرف الغرزة اللي احنا اشتغلناها هي دي. الغرزة اللي احنا بنسحبها ونعمل منها غرزة زيادة. دلوقتي الغرزتين بتوعنا بقوا كم غرزة? تعال نشوف كده مع بعض بقوا تلت غرز. واحد اتنين تلاتة. دايما لما نشوف بعد الماركر تلت غرز بدل اتنين. يبقى احنا كده شوالينا مزبوط جدا. بعد كده نكمل بقية السطر عايزة اي ان كان عدده. طبعا بيزيد العدد بقى معيها. واخر غرزة بنعملها مقلوبة عشان دي غرزة حفة. هنشتغل السطر التاني كله خلفي. كله مقلوب. ونرجع تاني وارجعلكه تاني. بصوا كده انا هنا عملت كم غرزة. انا عملت هنا سطرين. فطلع معي شكل الديفورتين زي ما انت شايفين كده. دي العينا بتاعتني قسية. بصوا انا بدأت اشتغلت الجزء دوت. الجزء الاجزاء متطبقة من الزبط. يعني انا ما اشتغل بلوفر من حيتين. هيطلع كلهم نفس الشكل. نبدأ بقى معنا البعض نشتغل السطر التالت. او التزايد التالت. اه تالت سطر هو مش تالت سطر بقى. احنا نشتغل سطر وسطر. نسحب اول غرزة. كده بقى معنا ست غرز. يبقى هنسحب اول غرزة. ونشتغل تلاتة. يتبقى معي غرزتين قبل الماركر. الغرزين قبل الماركر هم غرزة اللي احنا نشتغل عليها. اول غرزة نسحبها اكينها مقلوبة. نسحبها للامام. مش هنحرك الخيط خالص. بعدين ناخد تانية عادلة. وبعدين نسحب الغرزة اللي قبلها. شايفين بنسحب غرزة من تحت عشان نزود غرزة. هي دي الزيادة بتاعتنا. ونشتغل نخدها عادلة. وبعدين نسحب الغرزة بتاعتنا اللي احنا ما اشتغلنا هاش نسحبها من الامام. نخدها على الابرة. ونسحب نسحبها. ولجع الغرزتين تانية مكانهم. ونشتغل الغرزة اللي احنا ما اشتغلنا هاش بالشكل ده. سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة زي ما انت شايفين محتاجة بس نعرف الفكرة. نسحب الماركر ونشتغل اتنين عادل. الاتنين العادل دول سابتين. احنا مش بنغيرهم. طول الوقت احنا نشغلهم عادل. من على الوجه اللي احنا بنعمل فيه الزيادة. نرجع تانية نسحب الماركر. ونشتغل بعض الماركر الطريقة بتختلف. اول الغرزة بنشتغلها مقلوبة. بس بنسحبها للخلف وبنرجع الخيط للامام. تمام كده بنسحبها كده. وننلف خيطنا لجعه مكانه. ونشتغل غرزة واحدة بس عادلة. ونرجع خيطنا الامام تاني عشان ناخد نسحب الغرزة من الخلف. خدوا بالكو احنا بنرجع الخيط للامام عشان بنسحب الغرزة من الخلف. شايفين ازاي? بس ورجع نلف خيطنا تاني. عن ناحية العدلة. وبنشتغل الغرزة عادلة. كده معنا غرزتين باقي الغرزة اللي هنسحبها من تحت. الزيادة. لازم كل مرة نفتكر ان احنا لازم نزود غرزة. تمام كده. كده الغرزة التالتة بتاعتنا. نبدأ نكمل السطر بتاعنا باي غرز احنا بنشتغلها سواء غرز عادلة كلها او غرز اي بلوفر بنشتغلها عادي جدا. اخر غرزة معي غرز حفة. هشتغل السطر لبعده مقلوب كله. وارجع لكم تاني. تعني نشوف كده بقى معنا كم غرزة? واحد اتنين تلاتة دول الزيادات يعني زودنا ستة. يبقى في كل جنب اكيد هيزود تلات غرز. احنا بدأنا في كل جنب اربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. وجنب التاني نفس الكلام كده معينا اربعة واشر غرزة. طبعا نغير الغرزتين الزيادة اللي في النص. اللي ما بين الحوية. اه نرجع بقى انا اشتغلت كده كمان سطري كمان زيادة. عشان الشغل يبقى وضح شوية. بقى معنا اربع غرز هنا واربع هنا. يعني زود تمن غرز. نبدأ بقى على طول سطرنا الجديد. اول غرزة مقلوبة. اه سحبناها مقلوبة. بس مسحوبة مش مش شغلنا غرز هافة. بعد كده نبدأ نشتغل اي عدد غرز بتاعنا. الا. لحد ما نوصل المركر. قبل المركر بغرزتين نبدأ نشتغل. زي ما نشايفين كده. باقي غرزتين اول واحدة نشتغلها. نسحبها مقلوبة. والخير زي ما هو التاني واحدة بنشتغلها عيدلة. وبعدين بنسحب الغرزة اللي قبلها. عشان نزود غرزة. ونشتغلها برضو عيدلة. هنعمل ايه? هنيجي الغرزة اللي ما نشتغل نهاش نسحبها من الامام. نسحبها على الابرة من الامام. ولجع غرزنا التانية مكانها. بمنتقى الهدوء. زي ما نشايفين كده. بعدين نسحب الغرز بتاعتنا المركر ونشتغل غرزتين عيدل. ونشتغل نسحب المركر تاني. ونرجع نشتغل غرزين تانية. الغرزين بعد المركر اول واحدة مقلوبة. بس للخلف. فبنسحب الخيط للامام. ونرجع الخيط تاني للخلف. ونشتغل غرزة عيدلة. بعد كده بنبدأ نسحب غرزتنا اللي ما اشتغل نهاش على الابرة من الخلف. بالشكل ده. ونرجع الغرزة بتاعتنا مكانها. والليف في خيتنا تاني قدام. ونشتغل غرزة عيدلة. باقي الغرزة الزيادة نسحبها من الغرزة اللي قبلها. الغرزة اللي قبلها في نفس الغرزة اللي عملناها اللي سحبناها للخلف. تمام؟ لاننا بنسحب الغرزة من الغرزة اللي سحبناها للخلف. ونبدأ نشتغلها غرزة عيدلة. كده خلصنا بقوا ثلاث غرز معي بعد الماركر. نبدأ بقى نشتغل بقية غرزة عادي جدا. شايفين حكاية سهلة وبسيطة جدا. ما فيهاش اي حاجة. محتاجة بس تمرين مش اكتر. اخر غرزة بنعملها حفة. مقلوبة. تعال نشوف كده يا غرزة بقى شكلها ايه. شايفين شكلها جميل ازاي. عملنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمس. آآ دفاير شكلهم زي زي الدفيرة. غرزة شيك جدا. هي نفسها ممكن تبقى غرز بلوفر. فصوا شكلها. تزايد مرن وسهل جدا. وما فيهاش اي حاجة. زي ما شوفين هما خمس غرز. يعني احنا وصلنا لحد المقاس ده بالزبط كده. ده المقاس بتاعنا. هو نفس العينة نفس التطبق بالزبط. تعالوا بقى نشتغل مع بعض اخر غرزة معينا. انا وصلت لحد اخر غرزة. نسحب واحدة مقلوبة. بعدين نشتغل غرزة عيدلة. بعدين نسحب الغرزة قبلها. نزود غرزة. بالشكل ده. نشتغلها كمان عيدلة. نفلت غرزتنا للامام. ونرجع الغرزين مكانهم ونشتغلها زي الدفيرة عيدلة. كده بقى معينا تلات غرز. شلتنا من مركة الخلاص مباليش محتاجينه. نشتغل غرزين عيدل. وبعدين نرجع نشتغل الغرز بتاعتنا. اول واحدة نسحبها للخلف. واللي في الخيط. نشتغل غرزة عيدلة. ونسحب خيتنا تاني الامام. ونسحب الغرزة من خلف. تمام كده. وناخد غرزتنا على الابة. ونشتغل الغرزة عيدلة. نفس الغرزة اللي سحبناها لخلف. هنطلع الغرزة اللي قبلها. عشان يبقى ده تزايد بتاعنا. تزايد زهد ومارن وبسيط زي ما نشايفين. مش محتاج اي حاجة. وعايز اقول لكم ان اللي بيشتغل الغرزة دي بالشكل دوت. بعد كده ما بيقاش في اي تزايد في غرز الرجلين صعب عليه ابدا. الغرزة زي ما شايفين سهلة وسلسة وبسيطة. محتاجة بس ان احنا نتدرب عليها. وبعد كده ما تشتغل اي تزايد في اي تزايد في الرجلين. مش بتفرق معاك خالص ان كل بيبقى سهل جدا بالنسبة ان احنا عملنا ده. اتمنى نشوف تطبيقاتكو. واشوف شغلكو كله. وتقولوني كمان في تعليقاتكو كومنتاتكو. كان الشغل معاكو ايه وايه اللي وقف معاكو. اخر غرزة معايا غرزة حفة. مقلوبة. ده شكل غرزنا. تعالوا نفسلهم بس على ايبرتين. زي ما انتو شايفين كده انا عملت تزايد. تعالوا نعد غرزنا بقى كم غرزة? واحد اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. احتاشر. اتناشر. تلاتاشر. بعتاشر. خمستاشر. كده خمستاشر. وبنحية التانية زيهم بالزبط. نعد كده. هنلاقي ان احنا عملنا عشر غرز. اللي هي زي الضفيرة دي. وده الفرق اللي انتو شايفينه ما بين الضفرتين. ان واحدة مقلوبة لجوه. والتانية مقلوبة لبرة. عشان كده الشغل قبل الماركر وبعده مختلفين. شايفين دي العينة بتاعتنا. ودي العينة اللي اشتغلناها سوا. متطبقين تماما. عايز اقول لكم ان احنا لو بنعمل بلوفر وحطينهم على ابرة واحدة دائرية. هيبقى بالشكل ده. بصوا شكلهم حلو ازاي. وسهل جدا وبسيط. هما لوحدهم يكونوا شكل لاي بلوفر. ممكن نعمله سيدة. ممكن نعمله بنفس الطريقة دي. بلوفر اولادي. بلوفر بناتي حتى. وبيطلع معنا بالشكل الجميل المميز ان انتو شايفينه دوت. ودي كان نتيجة شغلنا النهاردة. اتمنى ان يكون سهل وبسيط. اشوف تطبيقاتكم وتعليقاتكم. وتلبيقوا ان شاء الله نكمل مع بعض مراحل بلوفر كلها. مرحلة مرحلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.